الأستاذ عبد الحكيم أبو عالم الناقض الرياضي في الأهرام طبعا مرافق لبعثة فريق النادي الآلي في تونس صاح حكيم أولا برحب بيك على الشرق قناة النادي الآلي وتحياتي الكابت نحمد ومسلم ليك طميني كده أحوالي البعثة والفريق والمباراة المرتقبة الكل بينتظرها والفريق ممكن في خلاص منذ لحظاتها قليلة كان بيتمرن على ملعب الفرع في استاذ درادس الأخبار عندك إيه والتدريب والأجواء المحيطة ببعثة فريق النادي الآلي الحمد لله من يمكن أن يكون هناك الحجر. البطولة العربية لتنس الطاولة يا رب يكون فائلي خير يا رب بإذن الله سبتم ريني كانت الأمور قويسة جهوا في الملكات وتطمن على السرير والتنسيق العينة الحالة المعنوية والحالة الفنية والبدنية والأجواء المحيطة بالبعثة كل شيء بيدعو للتفاول الظروف إن شاء الله موقتية لتقديم مباراة جيدة العودة بالكاس إن شاء الله نصف الكثيرون النهاردة كنا عادي معها فراجل يعني يتكلم بالتفاول أولا قال إن فيه حقا أما نحسل التشكيل نروانه حقا أما فيه تشكيل بتاع أحمد أزارو بتاع وارد أزارو التدريب الحمد لله على خير اللعبة كلها الحمد لله سليمة شايف الوجوه يعني الوشوش لعبة الأهلي فيه حالة تفاول فيه حالة ثقة يعني حط الناس كده في السورة يا صاح حكيم يعني المشهد العام داخل البعثة بإذن الله إن شاء الله يكون خير فيه حالة تفاول كامدة جدا فيه حالة تفاول فيه حالة تفاول فيه حالة تفاول يعني رغم الغابات ونصف وغيابه هدأ أزارو الله عزال الأمثير وصف شايف أحمد تدريبا كان فيه تصور كده الكتاب في حالة تفاول كان بجسم كده فيه حالة تفاول إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله رسول يسر والبعيد أسر على خبر المسؤولية كي عزيز كده وإن شاء الله 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 بإذن الله بإذن الله وبإليس اشتركوا في القناة